مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا القاتل الرحيم والسؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب بيقول تعقيب صغير على كلام في السؤال وده رقمه قدامكم وليس في القرآن كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلمان الصبيون أو كان منفردا وهو كلام صحيح لكن ورد عند البخاري أنه كان يلعب مع الغلمان وأعمال الخضر كانت مبنية على الوحي بما قالت الأمور فالتأويل المذكور مرجوح الله تعالى أعلم فآمل التوضيح هنا السؤال عن الغلام اللي قتلوا الخضر هل كان بيلعب مع الغلام ولا كان لوحده وفي البخاري كان بيلعب مع الغلمان وبيقول إن أعمال الخضر يعني كانت مبنية على الوحي فعايز يفهم الموضوع الأول وخلينا نشوف الحديث اللي بتكلم عنه السائل فإذ غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكاية بغير نفس ونشوف بعد كده الإجابة عليهم بها تقول إيه جزاك الله غيرا على التنبيه نعم ثبت في الصحيحين أن الغلام كان يلعب مع الغلمان والعبارة المشار إليها أيضا ليس من تقررنا بل هي واردة ضمن نص منقول من التفسير الكبير للرازي الفخر الدين الرازي يعني كما هو مبين فعن ابن عباس قال حدثنا أباية بن كعب عن النبي قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعطب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك فذكر قصة موسى مع الخضر وفيه وانطلق فإذا الغلام يلعب مع الغلمان رواه البخال وهنا بيقول لنا إن موسى كان بيخطب في بني إسرائيل فسألوا موسى مين أعلم الناس فموسى رح قال أنا فالله عتب على موسى أنه مرجعش العلم لله ورح قال قال له لا روح مجمع البحرين أنت هتلاقي هناك عبد بن عبادي هو أعلم منك فرح موسى لقى الخضر فكان الغلام هناك بيلعب مع الغلمان فرح الخضر قتل الغلام وانكمل الإجابة لكن كونه يلعب مع الغلمان وإن كان ظاهرا في إنه لم يبلغ بعد كما دلت عليه أيضا الرواية الأخرى عن أبايا بن كعب عن النبي الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا وزاد أبو ربيع في حديثه ولو أدرك لأرهق أبويه تغيانا وكفرا زي ما رواي أحمد وكمان عنده مسلم بيقول كده لو عاشا بلافظ يعني هو عنده مسلم لو عاشا لأرهق أبويه تغيانا وكفرا وهنا بيقول لنا أنه الغلام ده كان بيلعب مع الغلمان يعني لما يبلغ يعني هو كان طفل بس لو بلغ كان هيرهق أبويه وإن الرسول قال أن الطفل ده تبع كافر يعني لو عاش لأرهق أبويه فعشان كده راح إيه الخضر راح أتله وأنا هنا عندي سؤال هل حد عمره سمع أن في يهودي أصلا اسمه الخضر تاني حاجة بيبرر جريمته يعني واحد مسك طفل ورح أتله ويبرر الجريمة بتاعه يقول أصلا لما كان ها يكبر كان ها يرهق أبو أمه من كفره يعني الولد ده لما يقف قدام ربنا يقوله أصلا أنت لما كنت ها تكبر كنت ها تكفر هل ممكن كده ونكمل الإجابة ومع ذلك فقد يقال أنه ليس نصا في عدم دخوله في سن التكليف فالعادة جارية أن الشباب في بداية بلغهم يحصل منهم اللعب والله ولا يستنكر كما نراه في واقعنا هو واقع في تلك الأزمان كما في قصة يوسف عليه السلام مع أخوته فإن أخوته أرادوا أن يتسطروا على جريمتهم في حق يوسف بأنها من فعل الزئب وأنهم غفلوا عنه بسبب لأبهم ولهوهم فقال تعالى وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نصطبق وتركنا يوسف عندما تعانى فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا لو كنا صادقين قال الشيخ الطاهر بن عشور الاستباق افتعال من الصبق وهو هنا بمعنى التصابق والمراض الاستباق بالجاري على الأرجور وذلك من مرح الشباب ولعبهم وده في التحرير والتنوير وهذا يشير إلى أن الشباب في مثل سنهم قد يحصل منهم اللعب ولا هو لا يستنكر يعني هنا بيقول عادي أن الشباب ممكن يلعبوا زي ما أخوات يوسف كده كانوا بيلعبوا وأنا مش هعلق على قصة يوسف دلوقتي وأخواته دلوقتي لأن فيها كلام كتير بس أنا هركز على الخضر لما أتى للغلام وخلينا نكمل الإجابة أما كون الخضر قتله لعلمه بما قال أمر الغلام وهذا يشير إلى أنه ما زال صبيا فالقائل أن يقول أنه يمكن أن يكون بالغا كافرا وإنما قتله لعلمه أن عايش استمر على كفره ولا ينصلح حاله ثم لا يبقى عنده كفره وفساده في نفسه حتى يرهق والديه تغيانا وكفرا فخيف منه على والديه المؤمنين يعني الخضر ده هو القاتل للرحيم أتى للغلام علشان يرحم أبوه وأم الغلام المؤمنين من تغيان وكفر ابنهم لما يكبر وبعدها يقول لك أن الله أعلمني أنه لما يكبر هيتعبك بكفره تخيل نفسك يعني أنا عايزك كده تتخيل نفسك أن القصة دي حقيقة أن أنت أب وجيت لقيت ابنك مقتور وتسأل إيه اللي حصل يجي واحد يقول لك أصلا ربنا قال لي أقتله عشان ده لما يكبر هيتعبك بكفره هل أنت كأب يعني كراجل عاقل ممكن القصة دي تدخل دماغك طب ربنا خلق ليه أصلا ويبعت له واحد يقتله ليه ما ربنا يقدر ياخد نفس الطق الصبي عادي وبعدين نكمل الإجابة بيقول لك إيه كما روى الإمام مسلم عن ابن عباس أن أبايا بن كعب قال قال رسول الله أن الغلامة الذي قتله الخضر تبع كافرا ولو عاش الأرهق أبويه طغيانا وكفرا وأنا هنا بقى بقول هل من العد أن الله يؤمر إنسان بقاتل طفل بيلعب ويبرر الجريمة بتاعته بأنه هيجبر يكون كافر هل أنت يا مسلم لو حد قال لك ربنا بيقول لي يعني بيقول لك كده ربنا بيقول لي قتل ابنك عشان ده لما يقبر هيكون كافر ويتعبك هتوافق وطبعا هنا يعني إحنا بنشوف إن القصة دي إيه قصة مفابركة غير منطقية فيش حاجة اسمها خضر أصلا يعني خضر ده أوهام من الرسول الأساطير أو مش عارفها جابها سدي فيش يهود يسموه خضر أصلا ويقتل ويقول أصلا لما يكبر ها يكون يعمل ها كذا لا طبعا قصة خرافية وأنا عايزك تفكر فيها كويس يا مسلم وأنتقي بكم في الحلقة القادمة من سين مجيم ترجمة نانسي قنقر